نتكلم على آلاف الأفدنة نتكلم على آلاف الأفدنة مش فدان آلاف ولا مساحة متة فدان بكلمك على حوالي 16 ألف فدان 10 ألف فدان بالإضافة لي زراعات مكشوفة أخرى لكن بتكلم على صوب حوالي 10 ألف فدان فضل فضل 10 ألف فدان بقولك الفدان الواحد زي أربع أفدنة زراعات مكشوفة أوقف هنا أوقف هنا معلش الله ده محمد نجيب كمان فلفل الله خضار محمد نجيب بقول لحضراتكم على الهواء أحدث فيديو لصوب زراعات محمد نجيب العسكرية أيوة قاعدة محمد نجيب العسكرية أيوة هي قاعدة عسكرية نعم مش مدنية عسكرية أنا اللي بقول لك قاعدة عسكرية آه وزارع فيها 7 ألف فدان وصوب زراعية نعم وزرع فيها كمان حوالي 3000 فدان زراعات مكشوفة نعم معقولة بتزرعه في القاعدة العسكرية آه أزرع في القاعدة العسكرية ليه؟ ليه أزرع؟ والشعب ده مش محتاج يأكل ولا إيه؟ هو الشعب ده لو ما زرعت لهوش الصوب ديك اللي هي بتوفر لي احتياجاتي في كل توقيت أنا محتاجه هيبقى عندي مشكلة يا جماعة الحقوني نعمل إيه؟ ازرع الله أزرع في الوقت اللي أنا عايزه آه أنا عايز طماطم أيوة عايز فكهة أيوة عايز خضار أيوة عايز فراولة أيوة عايز أي زراعات أنت عايزها؟ أيوة ازرعها في التوقيت اللي أنت عايزه عشان أغطي بها احتياجاتي في السوق هو حضرتك النهاردة لما كان الناس دور على كيلو طماطم ولا كيلو بامية لما قالك البامية وصلت 200 جنيه هي وصلت 200 جنيه السنة دي؟ وصلت 200 جنيه السنة دي؟ طب غير وصلت؟ طب عندي مشكلة زراعة عندي مشكلة في التاني عندي مشكلة في أي حاجة في أي منتج؟ لا والله ما عنديش أي حاجة خالص على فكرة اللي قدامك ده بيوفر لي انتاج أكبر وبيوفر لي مية اللي أنا في أمس الحاجة لكل النقطة مية في مصر تاني كل النقطة مية في أمس الحاجة ليها يبقى عندي هزي المساحات دي بتديني انتاج أكتر أكتر من الأرض المكشوفة أكتر من الأرض بتاعتنا اللي في اللي الدلتة وفي الصعيف ده بيديني الانتاج الأكبر بيقولك الفدان هنا بربع قفدنا أرض مكشوفة انتاج ده معناه إيه؟ معناه خير؟ آه معناه خير هي دي مشروعات وهمية؟ ده مشروع وهمي؟ اللي قدامك؟ دي زراعات مهمية؟ اللي بيقولك زراعات وهمية ومشروع وهمي الفلوسة ترميت في الأرض؟ عمر ما عنده جنيه بترمي في الأرض ولا جنيه انت بتوفر وتحقق إن شاء الله الأمن الغذاء بتاعك اللي انت عايزه عمرها ما كانت أبداً صوب ضيعة ولا خربانة ولا خرابة عمرها ما كانت أبداً أنا بقولك عشان تتفرج عشان تخلي بالك تخلي بالك